أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كان الصحابة يعيشون رمضان طوال العام يستعدون له قبله بستة أشهر ويحاسبون أنقصب عما بدر منهم وما بدر منهم في الستة أشهر التي تليه عشان كل السنة استعداد ثم حساب عمل زي اللي داخل السوبر ماركت يشتري من هنا ومن هنا ومن هنا ويعد نفسه إلى الدفع ويجي عند الدفع ويدفع بالتي أحسن ويحاسب يعني سبحان الله فكيف نستعد لرمضان أرى الله أعلم في هذه الأيام الطيبة والأيام المباركة أن يبدأ بأن يصادق الذي هجره على الرف احنا في كل بيت مصحف الآن عدد من النسخ المصحف في كل بيت مصحف حتى في الغرب هنا عدد من النسخ المصحف أكثر من النسخ التي كانت موجودة في زمن سيدنا علي بن أبي طالب في العالم الإسلامي كلنا يعني نسخ المصحف عنده في شقة واحدة في ذلة واحدة في بيت واحد يمكن عشر نسخ كان عثمان عمل أربع نسخ وبعد نوزعه على الأمصار راحت الكوفة نسخة ومصر راحت نسخة والشام راحت نسخة سبحان الله العظيم يعني نسخة بسيطة وتوارثه بعد ذلك أو يعني استمرت كتابة المصحف سبحان الله فأنا أرى أن نبدأ لننفذ الترابة عن المصحف من الآن ونبدأ يعني بالعامية كده نحس على دمنا شوية يعني رقعتين بعد العشاء رقعتين بالليل شوية عشان إيه نستعيد مش مرة واحدة تسعة وعشرين شعبان أربع رقعات العشاء رقعتين سنة الشفع والوات فجأة تاني يوم في مساجد عشرين رقعة يدلوا عشرين رقعة سبحان الله وبعدين يروح مسكين لسه يدلوا سنة نائم لا يصلي إلى العشاء فقط الفرد وبعدين شفع الواتر كواجب عند أبي حنيفة أو سنة مؤكدة عند الآخرين وبعدين يروح صلاة العشاء بعد أن أكل ويعني ملأ هذا الجوف وبعدين يجي يركع لا يستطيع من هذا الامتداد الزمني والجسدي والتورم الكرشي سبحان الله للمسلم للأسف فيسبح فلا يستطيع أن يأخذ نفسا ثلث طعام ثلث شراب ثلث نفسه والرجل ربما قرأ آيات قليلة وقصيرة وربما ثلاث آيات أو أربعة فيقول بعد الصلاة سبحان الله الرجل قرأ سورة البقرة أبدا البقرة هذه في بطنك أنت لأنك سبحان الله ملأت شيئا لا يجب أن يملأ فمر راح نستعد من الآن ربنا يبركيكم وربنا يعني يبلغنا رمضان ويتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر